تاني الجوريزم معانا من خوارزميات البحث اسمها بايناري سيرش. ايه بقى حكاية البايناري سيرش دي? تعالوا كده نفتكر ايام زمان لما كنا في المدرسة واحنا عادين كده في الفصل والمدرس قال لك طلع الكتاب وفتح صفحة عشرين. انت بتعمل ايه? هل انت بتمشي على صفحة صفحة وبتفتح الكتاب من الاول وتعد تعد الصفح واحد اتنين تلاتة اربعة لحد ما توصل لصفحة عشرين? زي ما عملنا في اللينير سيرش? انت كده فعليا بتعمل ان انت بتمشي على كل الصفحة وتقول هل دي عشرين? لأ هل دي عشرين? لأ هل دي عشرين? لأ تقلبها كزا لحد ما توصل للصفحة اللي هي رقم عشرين. فده كده طيب هل انت كنت بتعمل كده? طبعا لا انت كنت بتفتح الكتاب كده ايه? فتحة عشوائية وانت وحزق. وتشوف الصفحة اللي انت جيت عليها. لو صفحة عشرين يبقى انت وات برينس وايه? ومية مية. طيب لو كانت الصفحة اللي انت فيها مسلا صفحة خمستاشر بتعمل ايه? طيب خلاص انا وصلت صفحة خمستاشر وانا عايز عشرين فانا همشي على الجزء اللي جاي بعد خمستاشر. مليش دعوة بالصفح اللي قبل خمستاشر هرميها بقى مش هدور فيها. فهدور على الصفح اللي جاية بعد الصفحة اللي انا فيها. طيب لو فتحت على صفحة تلاتين هدور في الصفح trze قبل صفحة تلاتين عشان عايز اوصل لعشرين. ان العشرين اقلل من تلاتين فنظر في الصفح اللي قبل 30 وماليش دعوة باللي بعد 30 اللي انت عملته ده هو ده البيناري سيرش ازاي بقى انا عندي شوية عناصر لازم تكون مترتبة لان انا قلت بعمل الحرقة دي في الكتاب عشان انا عارف ومتأكد ان لو فتعت مثلا صفحة 30 فالعشرين هتبقى قبل 30 طب عرفت منين عشان العناصر بتاعت مترتبة الصفحة بتاعت الكتاب مترتبة لكن لو هي عشوائية انا معرفش صفحة 20 دي او رقم 20 هتبقى بعد 30 ولا قبل لان هي مش مترتبة لكن انا عارف ان هي مترتبة ولا افترض ان هي مترتبة ترتيب تصعدي زي الكتاب فهي مترتبة ترتيب تصعدي فانقدر تعمل الحرقة ديت عشان هي مترتبة ترتيب تصعدي طيب تعالوا بقى نشوف البيناري سيرش على الارقام انا عندي شوية الارقام دي عايز ادور فيها على رقم معين وليكن مثلا رقم سبعة اجيب الرقم ده ازاي او ادور ازاي احنا في الكتاب كنا بنفتح كده ايه رقم عشوائي فواحد يقول له خلاص انا اختار رقم عشوائي موجود في الارقام ديت من اول واحد لحد تسعة لان انا عايز ادور في كل الارقام دي اختار رقم عشوائي بينهم واشوف هل الرقم ده بيساوي الرقم اللي انا عايزه ولا لا يعني انا مسلا ادور على السبعة فلو الرقم ده بيساوي سبعة فخلاص تمامي با كده ايه ده الرقم اللي انا عايزه وكده ايه زي الفل طيب لو الرقم ده ما بيساويش سبعة لو كان الرقم اللي انا جبته اقل من السبعة فانا هدور في الجزء اليمين بس يعني مثلا لو انا جبت خمسة فانا هدور في الجزء اليمين بس ماليش دعوة بالجزء الشمال لان الشمال اقل من الخمسة ولكن الاكبر من الخمسة موجود في اليمين انا عايز السبعة السبعة اكبر من الخمسة فاكيد السبعة موجودة في الجزء اليمين طيب لو انا مثلا جبت التمانية فالسبعة اقل من التمانية فانا هدور في الجزء الشمال. طب هدور في الجزء اليميني ازاي? وهدور في الجزء الشمالي ازاي? نفس الطريقة. برضو اه هختار رقم عشوائي من الجزء اليمين واشوف اللي هو بيسوي وافضع قرر العملية ديت لحد ما لاقي الرقم اللي انا بدور عليه. طيب حل. نجيب بقى الرقم العشوائي ده ازاي? احد قول لك اجيب اي رقم عشوائي وخلاص. قال لك لا. احنا ايه? ناس منزمة ناس ايه? عايزين نمشي بنظام. فانا مش هجيب اي رقم عشوائي وخلاص. انا هروح على طول لنص الكتاب. انا واد برينس ومعلم نص الكتاب فانا هروح على طول لنص الكتاب. يعني انا انا بدور في العناصر دي كلها. هروح للانصر اللي موجود في النص. انا هنا الانصر اللي موجود في النص هو الخمسة. عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. العناصر موجود في النص هو الخمسة. ان فيه اربعة على يمين واربعة على شمال. فانا هروح للخمسة. اشوف. اقرنها بقى. هل الخمسة بتسوي السبعة? لا ما بتسويش السبعة. طيب الخمسة اقل ولا اكبر? لا الخمسة اقل من السبعة. فانا المفروض ادور في الجزء اللي ناحية oro طيب لو الرقم كان اقل. فانا هدور في الجزء اللي ناحية الشمال. هادور في الجزء الناحية اليمينة ازاي? بنفس الطريقة. انا شغال دلوقتي بقى على الجزء ده بس. اللي هو الجزء اللي على يمين الخمسة. الخمسة مش معي لان خلاص انا عايف ان الخمسة ب politica 7. فانا هاشيلها. فادور في الجزء اللي على يمين آآ الخمسة. بنفس الطريقة. اجي برقم في النص. طب هنا انا انا عند اربع ارقام. الرقم اللي في النص ده ازاي? انا في الاول كان عندي تسعة. فالخمسة كان على يمينها اربعة وعلى شمال اربعة. فهي اللي موجودة في النص. طب هنا عندي اربعة فهو اتنين ونص يعني المفروض ان انا اقف بين السبعة والتمانية. قال لك لا اقف اما في السبعة اما في التمانية. براحتك. انا هقف في السبعة. وقفت في السبعة. هل دي الرقم اللي انا بدور عليه? اه هيو ده الرقم اللي انا بدور عليه. يبقى كده خلاص جبته. والدنيا تمام. وزي الفل. وهي دي كده. يبقى بكل بساطة. السودو كوب بتاعه. انا بروح لنص الاريي بتاعتي. لو النص ده اللي هو العنصر اللي موجود في النص بيساوي العنصر اللي انا بدور عليه فخلاص رجعلي الانديكس بتاعه. طيب لو كان الميدل اقل من التارجت يعني العنصر اللي انا بدور عليه اه لو الميدل اكبر من التارجت اكبر. يعني هنا الميدل اكبر من التارجت. لو العنصر اللي انا بدور عليه اقل من الميدل يعني هو اللي في النص اللي انا وقف عليه هو كبير. فانا هدور في الجزء لناحية الشمال. لان انا عارف ان الارقام الصغيرة موجودة على الشمال. يعني ارقام الاصغر منه موجودة على ناحية الشمال. لان هي متراتبة ترتيب تصعودي. خلي بالك. لو هي متراتبة ترتيب تنازلي فانت هتعكس العملية. فعلى حسب بال بتاعتك متراتبة ازاي. يعني دي مش حاجة سابتة. احنا شغالين على متراتبة ترتيب تصعودي. لو هي تنازلي ما فرقتش اي حاجة. فانا بدل ما ادور في الشمال هدور في اليمين. وبدل ما ادور في اليمين هدور في الشمال. وكزا. طيب. اه يبقى العنصر اللي هو لو هو اكبر من فانا هدور بس في الجزء اللي هو الشمال. لو هو اقل من فانا هدور في الجزء اللي هو ناحية اليمين. وده كده اللي هو الصدقوت بتاع الخطوة اللي بعد كده بقى. ايه هي اسوأ حالة ممكن تقابلني? اسوأ حالة ممكن تقابلني في لو انا بدور على اول عنصر او اخر عنصر. ازاي? تعالوا نرجع للاري بتاعتنا كده. اه نجيبها من البداية. انا كنت بدور في القرية كلها. رحت للنص. طيب لقيت النص ده ايه? اه اقل مسلا من اللي انا عايزه. فانا هدور في الجزء الشمال. طب اروح للنص الجزء الشمال. الاقي مسلا ان ده اقل. فانا هدور برضو في الجزء. الشمال ليه. او هنا الجزء اليمين. لو مسلا انا بدور على التسعة مسلا. فالسبعة اقل من التسعة. فانا هدور في الجزء اليمين. طب اروح لنص الجزء اليمين. اللي هو مسلا التمانية. التمانية اقل من تسعة. فانا هدور في الجزء اليمين فانا اعمال بقلل الحجم بتاعي لحد ما في النهاية وصلت ان الاريه بتاعتي فيها عنصر واحد بس وده مش هيحصل الا لو انا بدور على اول عنصر او اخر عنصر او العنصر اللي على يمين النص او العنصر اللي على شمال النص يعني هي برضو هتحصل فيها نفس الحاجة دي يعني مثلا جيت في السبعة فبدل ما بروح نحية اليمين فبروح نحية الشمال الموضوع مثلا على الستة فالسبعة ده ما بروح نحية اليمين انا روح نحية الشمال فعني اسوأ حلا ممكن تقابلني يا اما الاول يا اما الاخر اول عنصرين الا على اطراف او اللي على جوانب الانصر اللي موجود في النص اه ولكن ديت يعني ايه لها احتمالات كتير او كده فاحنا هنقول مسلا ان هي اول عنصر او اخر عنصر افترض ان انا دايما بمشي اما في اتجاه الرايت يا اما في اتجاه الليفت حيث تبقى ان انا اقلب بين الرايت والليفت والحاجات ديت لا Identifier احتمالات كتير احنا ايه هنتجاه الواقل او هنفك decide منها دلوقتي فإيه بقى اسوأ حالة عندي ان انا ادور على اول انصر او اخر انصر طيب لو انا بضور على اول انصر او اخر انصر هتاخد معي وقت قدين انا عمال الاول يعني قلت مدور في تسعة عناصر مسلا بعدين بقيت بدور في اربعة بعدين بقيت بدور في اتنين بعدين بقيت بدور في واحد فالتسعة ناصر خدوا مني اربع عمليات تدوير طيب ده لو انا بدور على اخر انصر على التسع مثلا تقل مني اربع عمليات تدوير. يعني انا المشكلة بتاعتي عمال اقسمها. انصاص 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 وبشتغل بس على نصف المشكلة. يعني بدلا ما قدت شغال على اه تسع عناصر بقيت تشغال على اربعة بعدين بقيت شغال على تنين بعدين بقيت شغال على واحد. فكده انا بقسم المشكلة بتاعتي اه انصاص. اجزاء او الانصاص. وعشان كده هم ما سموها باينري. باينري عشان باخد نص يعني انا عملها اقسم على اتنين. اقسم على اتنين. اقسم على اتنين. وطالما انا عملها اقسم على اتنين. عملية اسمه متكررة. فدي بالنسبة لي فيبقى الوقت بتاعها او اف لوج ان. فيبقى هي او اف لو انا بدور على اول عنصر او اخر عنصر. طبعا اول عنصر دي كانت اه في واخر عنصر كانت في هنا بقى الاتنين الاتنين بياخدوا وطبعا لو انا حب نتكلم في فاللوج ان احسن بكتير جدا من اه الان انا وفرت كتير جدا يعني انا بدل ما عملت تسعة انا عملت اربعة بس طب لو بدل ما كنت اعمل ستاشر كنت اعمل خمسة وهكزا. فعلى ان الحجم بتاع المشكلة عمال يقل معايا بطريقة رهيبة. ولكن خلي بالنا ان الشرط عشان استخدم ان العناصر بتاعتي تكون مترتبة. فاللو انا عارف ان العناصر مترتبة فخلاص استخدم طيب. البست كيس بتاعها بقى ايه? طبعا احسن حاجة في البست كيس او في ان انا اقوم بدور على العنصر اللي موجود في النص. طبعا انا هنا مكتوبة غلط. طبعا نرجع نعدلها. اه. تماما. ان اكون بدور على العنصر اللي موجود في النص. ان انا هجيبه من اول مرة كده خلاص. روحت له. انا روحت الميدل لقيته بيساوي التارجت. خلاص انا عملت عملية واحدة بس. فمش هقعد بقى قسم ولا عمل. فان انا هجيب الانصر اللي موجود في النص دي احسن حالة في وبيناري سيرش. وهتاخد مني او اف وان. طيب واحد يقول لك طب كانت او اف وان في البست كيس والبيناري سيرش او اف وان في البست كيس. هل ده معناه ان احسن حاجة بقى في اي الجوريزم هي او اف وان? لا. هي احسن حاجة نقدر وصلها هي او اف وان. لكن مش كل الالجوريزم بتبقى احسن حالة لها اوف وان. طيب واحد يقول لك طب انا ممكن افترض ان احسن حالة اوف وان واضور لها على سيناريو الحالة ده تتحقق فيه. زي هنا مسلا انا في دورت على سيناريو للاوف وان لاقيتوا ان هو اول عنصر. في جورت على سيناريو للاوف وان لقيتوا ان هو العنصر اللي في النص. طب ما اي الجوريزم بعد كده بقى اضور لها على سيناريو تتحقق فيه. Hollpanna وون لك مش دايما هتصيب. هنشوف الكلام ده في اللي اه في الصورت الجوريزم اللي ما اجهتكلم على خوارزميات الترتيب هنلاقي ان بتاعي اه ان يعني احسن حاجة ممكن اوصلها ان في خوارزميات من خوارزميات الترتيب دي احسن حاجة ان انا اقدر اوصلها. فمش دايما ستبقى اوقفا. فنخلي بالنا من الموضوع ده. فيبقى انا بروح للنص. لو لقيت النص هو التارجت فخلاص تمام كده. لو لقيته النص اكبر من التارجت فادور في الجزء الشمال. اه لو لقيته اقل ان التارجت فانا هدور في الجزء اليمين. طبعا ده على فتراض ان الاري مترتبة ترتيب تصعدي. نيجي بقى ونفتح. دي كده طريقة. تعالوا ايه? ناخدها واحدة واحدة. انا اول حاجة بروح للنص. طبعا عندي الاري والانص ما بدار عليه وعدد عناصر في الاري. طيب انا الاول هروح للنص. وبعد ما روح للنص هقرنه بالعنصر اللي انا بدور عليه. لو هو اكبر منه او لو هو بيسويه فخلاص هعمل له طب لو هو اقل منه واكبر منه هروح بقى في الجزء اليمين او الشمال. هروح في الجزء المين او في الشمال وهقرر عملية الترتيب او عملية البحث. فكده انا عندي لوب عمالة تتقرر. طب اللوب دي هتتقرر كام مرة? انا ما عرفش. يعني انا ما عرفش اللوب هتتقرر كام مرة. هو على حسب الان. واحد اقول لك طب ما احنا اقليني لسه ان هي لوج ان. اقول لك ما تعدمنش ان هي لوج ان. هي افتراضيا او هي تقريبا لوج ان. ولكن عدد التكرار بتاع ممكن يبقى لوج ان زائد واحد لوج ان ناقص واحد. فالموضوع مش ثابت. يعني على حسب عدد العناصر اللي موجودة عندك وهتعمل كام عملية وكده يعني. طيب نحل الموضوع ده ازاي? قال لك تعالوا كده ايه? نرجع خطوة الورى. انا عايز اجيب العنصر اللي موجود في النص. طب انا هجيب العنصر اللي موجود في النص ازاي? اصلا. انا عشان اجيب العنصر اللي موجود في نص الاري. من لو رجعنا بتاعتنا. العنصر اللي موجود في نص الاري. فانا لازم اعرف الجزء اللي انا بدور فيه. يعني عدد العناصر اللي انا بدور فيها. هو كان في البداية مسلا كان عندنا تسعة. فالتسعة دي اتنصها اه اللي هو اربعة ونص في عبال عنصر اللي في النص هو ده كده اللي هو على يمين واربعة وعلى شمال واربعة. اللي هو بالنسبة لنا الخمسة. فانا لازم اعرف بداية الجزء اللي انا بدور فيه ونهاية الجزء اللي انا بدور فيه. انا في الاول كان بدور في القرية كلها. فبدايتي صفر عشان الاندكس يبدأ من صفر ونهايتي اللي هي اه اللي هو ماقص واحد. مسلا هنا دي تسع عناصر فاخر انديكس عندي هو التمانية. طيب بعد ما ادور في النص انا هدور بعد كده ايما في الجزء اليمين ايما في الجزء الشمال. فالحدود بتاعتي بتتغير. اللي بيتغيره معايا. طيب بعد ما ادير البداية بتاعتي او حدود المكان او حدود الجزء اللي انا ادور فيه. هعمل ايه? اه قالك اه هروح اجيب النص بتاعه. وهفضل هكذا اغير في الحدود اغير في الحدود. طيب انا هفضل اغير في الحدود او هفضل ادور لحد امتى? يا اما الاقي العنصر بتاعي. يا اما بقى لو انا ملقتش العنصر. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان انا هيبقى عندي عنصر واحد بس بدور عليه. طيب ازاي يبقى عندي عنصر واحد بس. يعني ازاي اعرف ان انا عمدي عنصر واحد بس جوه الاريه بتاعتي او الاريه بتاعتي مقونا من عنصر بس. اه مش الاريه هو الجزء اللي انا بدور فيه. اعرف ان الجزء اللي انا بدور فيه مكون من عنصر واحد بس. اعرفها ازاي? لما البداية تنطبق على النهاية. يعني احنا لو جينا نشغل تاني. اه نعمل تاني. انا هنا رحت للنص. طيب ما لقيتوش فانا عايز ادور في الجزء اليمين فانا غيرت الحدود بتاعتي. غيرت بداية الجزء اللي انا هدور فيه. نخلي بقى من الحتة دي. اه غيرت بداية الجزء اللي انا هدور فيه. طيب اه رحت للنص. لقيته هو. تمام. طب لو ما لقيتوش انا هفضل اغير في الاجزاء تاني. طب لو انا مثلا بدور على التسعة. فانا هفضل اقلل في الجزء ده. لحد في النهاية ما يبقى عندي الجزء بتاعي مكون من عنصر واحد بس. فالبداية والنهاية هم بيشاوروا على نفس العنصر. يبقى انا هفضل ادور طول ما البداية والنهاية ما بيساووش بعض. يعني البداية والنهاية يا اما تساوي العنصر يا اما بيساوه بعض يا اما اكبر منه. طب حتة انهم بيساوه بعض عشان لو الاتنين بيساوه بعض فانا كده المفروض اعمل عملية بحس جديدة. يعني انا دولت عندي اه جزء مقام من العنصر واحد بس. فالمفروض ان انا اروح ادور جوه الجزء ده او اروح اشوف العنصر ده. فلو هم بيساوه بعض فانا هدور. ولو هم اكبر من بعض فانا برضو هدور. اه يبقى نرجع للكود بتاعنا. عملت اول حاجة اللي هو اللي ستارت. انا حددت البداية بتاعت ان هي بصفر. والاند ان هو اللي انس نقص الواحد. لان انا في البداية بدور على الاري كلها. وبدور في الاري كلها. وبجيب المدر عملت عنصر اللي هو المدر. وبقول له بقى طول ما الاند اكبر من او تساوي اللي ستارت. يعني لو انا عندي الجزء اللي انا بدور فيه مقوم من عنصر واحد او اكتر من عنصر. اعمل ايه? اقول له روح حيات العنصر اللي موجود في النص. او الاندكس اللي موجود في النص. طب الاندكس اللي موجود في النص ده نجيبه ازاي? تعالوا نرجع للبريزنتيشن. انا هنا العنصر ده بدايته صفر او الاندكس ده صفر والاندكس ده تمانية. طب الخمسة موجودة في الاندكس اربعة. يعني اه موجودة في النص اللي هو البداية ناقص النهاية على اتنين. يبدأ انا عشان اجيبت منتصف اي حاجة بجيب البداية ناقص النهاية على اتنين. طيب ده في البداية شغال معي تمام وزي الفورن. طب لو انا مسلا عايز اجيب الجزء اليمين ده. النص بتاعه. فالجزء اليمين لازم عرف بدايته. هو بدايته كام? او نهايته تمانية. طب بدايته كام? اه بدايته اللي هي خمسة. اللي هو الاندكس خمسة. طيب تمانية واقس خمسة واحد يقول لك تلاتة. طب تلاتة على اتنين بكام? واحد ونص. هنقول مسلا ان هي واحد ان الاندكس واحد. طب الاندكس واحد اللي هو موجود هنا. انا كده خرقت برة لانصر اصلا. اللي انا جبته ده مش منتصف الجزء. ده ده بعد المنتصف عن بداية الجزء. بمعنى. انا قلت لك واحد. فده واحد معناه ان امشي خطوة من بداية الجزء بتاعك. اللي هو بالنسبة لنا هنا خمسة. يعني انا المفروض ازود واحد على الموضوع يعني ايه? رياضيات. يعني داخل فيه شوية رياضيات وابعت وحاجات من كده. انا لما اخد البداية ناقص النهاية اقسمهم على بعض. اجيب المنتصف. فده مش منتصف الجزء بتاعي. لو انا ببدأ من صفر فهو المنتصف فعليا. ولكن لو البداية بتاعتي مش صفر. فهو بعد المنتصف عن البداية. يعني هو دايما بيكون بعض المنتصف عن البداية. يعني المفروض بعد ما اقسمهم على اتنين ازود عليهم البداية بتاعتي. يعني انا جبت واحد فانا ازود عليه. خمسة عشين يجيب لي الناتج ستة اللي هو العنصر رقم سبعة. او الرقم سبعة يعني العنصر اللي في الاندكس ستة اللي هو بالنسبة لنا رقم سبعة. فهنا قلت له ان بتاعي بيساوي زائد على اتنين. خدت البداية نقص النهاية. اصمتها على اتنين. وجمعت عليهم طيب اعمل ايه بقى? بروح اشوف. لو بيساوي الاند. يبقى ده بتاع العنصر اللي انا بدور عليه. طيب. لو بقى الميدل اكبر من الان. لو الميدل اكبر من الان فانا عايز ادور في الجزء اليمين. طيب ادور في الجزء اليمين ازاي? احنا قلنا ان انا بحدد الاجزاء عن طريق البداية والنهاية. طيب انا في الاول كانت بدايتي صفر ونهايتي تمانية. طيب دلوقتي انا عايز ادور في الجزء اليمين بس اللي هو اللي على يمين الخمسة. فالبداية هي هي ولكن النهاية هتساوي خمسة ناقص واحد. فلو لقيت ان الميدل اكبر من الان اقول له خليلي بتساوي الميدل ناقص واحد. يعني انا بغير الحد بتاع النهاية. البداية واحدة. ولكن النهاية هي اللي بتتغير معي. طيب. طبعا ممكن اقول له ان الميدل اقل من الان يعني هي هي يعني يعني الاهمة بيسوىش ولا اكبر من فاكيد هي اقل منها. بقول له خليلي اللي بتساوي الميدل زائد واحد وده لو انا عايز ادور في الجزء اللي هو نحية الايمين. يعني احنا في البداية bias بتاعتنا صفر والنهاية تماية. طب جينا في الخامسة اللي انا عايزة في الجزء اليميد. فانا غيرت البداية بتاعتي. غيرت مكان البداية. والنهاية ثبتة هما اليوم نفس النهاية ولكن مكان البداية هو اللي تغير خليته بعد الميدل بتاعي اللي يعني هو ميدل زائد الواحد. وتفضل اللوب بتاعتنا دي بتتقرر طول ما الاند اكبر من او تساوي الستارت طيب واحد يقول لك طب هي هتوقف امتى يعني لو انا عندي جزء واحد بس وملقتش انه هما بيساوي بعض فهقول لك بسيطة لو لقيت انه هما ما بيساويوش بعض فالحدود بتاعتك هتتغير وهتلاقي ان الاند بقت اقل من الستارت يعني هما الاتنين ماشيين هو الطبيعي ان انا عندي الستارت هنا والاند هنا فلما بيتحركوا فلازم يحافظوا على الترتيب بتاعهم ان الستارت موجود على الشمال والاند موجود على اليمين طب لو هما بيساوي بعض لو انا عندي انصر واحد بس فهم تطبقوا على بعض طيب لو كان الانصر ده مش ده اللي انا بدور عليه فيا اما الاند هتقل يا اما الستارت هتزيد وفي كلا الحالتين اللي اتنين او هتبقى الاند اقل من الستارت يعني مثلا لو انا جيت عند السبعة والسبعة ده مش اللي انا بدور عليه يعني انا عندي انصر واحد بس اللي هو سبعة وده مش اللي انا بدور عليه لقيته مثلا هو انا بدور على ستة فالسبعة اكبر من الستة طب اكبر فالمنفروض انا اشوف الجزء اللي هو ناحية اليمين طب انا جيت الجزء اللي هو ناحية اليمين فده معناه ان انا بقلل الجزء اللي هو ناحية الشمال اسف لان السبعة اكبر من الستة فانا بدور في الجزء اللي هو ناحية الشمال طبعا ما ادور في الجزء ناحية الشمال فاني شوف هنا الكود بتاعنا يقول لك لو هي اكبر قلل لي الاند فالاند اقل لي فالستارت بقت عند السبعة والاند اقل منها طيب لو انا مثلا بدور على التمانية فالستارت هتزيد فالاند وقف عند السبعة والستارت اكبر منها فالاند بقت اقل من الستارت وده هيوقف اللوب بتاعتي. طيب. اه يبقى في الاخر هنا بقول له بقى ريتين سالب واحد معناها ان العنصر بتاعي مش موجود. يبقى هنا قلت له عملت طبعا القري بتاعتي وبرضو قلت له اللي هو الديته القري والعنصر اللي ما بدور عليه. وديته الحجم بتاع القري. وابقول له عامل لي طبعا ريتين صرف دي اتملناش دعوة بها. ونشوف بقى نشغل الكود بتاعنا. قال لك ستة. ان الرقم سبعة موجود في العنصر او في الاندكس اللي هو السادس. طيب لو شلت السبعة وجيت ادور عليها تاني. طبعا لازم اعمل آآ بلد. آآ نرفع دي شوية. قال لك سالب واحد. ان السبعة مش موجودة عندي في بتاعتي. طيب لو دورت على الصفر. نعمل نعمل بلد. نعمل انا هيقول لك برضو سالب واحد. ان الصفر مش موجود في بتاعتك. ودي كده سيرش. يبقى نخلي بان بتحل مشكلة البحث. بالشرط ان العناصر بتاعتي تكون مترتبة. تصعودي او تنزلي. يعني ايه? على حسب. يعني لها تصعودي تنزل. احنا شغالي ان هي مترتبة تصعودي. طبعا لو تنزلي هتحكس كل حاجة. الاكبر يبقى اصغر والاصغر يبقى اكبر والحاجات دي. آآ المهم الفكرة نفساً؟ موسيقى